تصريح عاجل لوزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في إطار حرص الوزارة على مصلحة ولده وبيقول التصريح بالنسبة لامتحان الدور الثاني يجب أن يلتزم بشروط الصيغة الصحيحة لأسئلة واللي قرصت من قبل وعدم تضمين أي أسئلة تتعلق بالقضايا السياسية وأكد بالنسبة للربع ابتدائي سيتم إعلان نتيجة الطلاب فور انتاء منها بما كان بارس بالمدرسة وبالتنسيب مع الإدارات وفيه كثير جدا مدارة ظهر فيها النتيجة وتبقى للمدى السامنة مقرار 133 ننتقل الطالب للصف الدراسي التالي في حالة اجتيازه المقارات الدراسية من اللون الصفر إلى اللون الزرق وبإضافة لأعقاض الدور الثاني للطلاب لم يحصلوا على تقديرات ويقول لك الطالب اللي مش هينتقل أو مش هيحقق المطلوب هيبقى دور تاني طب لو ما قدرش خالص ودي بقى يعني اللي أنا مستغربها أن الطالب هيعيد السنة يا جماعة أن الطالب هيعيد السنة ودي من ضمن الحاجات اللي أنا مستغربها لمنهج ربعة ابتداء عشان كده بالناشت الدكتور طارق شاوئي أن طلاب ربعة ابتداء دول طلبة لسه أول مرة يتحطم في النظام الجديد فيطرى إيه لا يحصل يبقى ينتقل الطالب لصف الدراسي الثاني من اللون الأصفر لون الأزرق وانعقال امتحان دور تاني للطلاب الذين لم يحصلوا على التجدرات الألوان وعدم تضمين أسئلة تعالى بالقرارة السياسية والصياغة الصحيحة لأسئلة امتحان دور تاني لكن إذا استمر حصول الطالب على الأحمر في اختبار الدور التاني هيعيد السنة دي كانت آخر تصرحات وزير التربية والتعليم تابعونا هيكون معنا كل جديد على برنامجكم احلس التعليم وعلى قناتكم قناة أجيال أندلس في أمان الله